تشابه المنهج وتقاطع السلوك وتطابق وتماثل مع ما كان يفرضه النظام على المناطق التي يسيطر عليها فيهجر الرافضين لتسليم السلاح إلى الشمال ويفرض شروطا على الذين فضلوا البقاء في مناطقهم بتوقيع اتفاقيات مصالحة تعلمت هيئة تحرير الشام الدرس عن ظهر قلبه وبدأت بممارسة ذات المسلك الذي اتبعه النظام وهذا ما كان في مدينة الاتارب في ريف حلب الغربي بعد احكام السيطرة على جميع المناطق هناك اتفاق ثم توقيع نص على تهجير المسلحين الرافضين لتسليم اسلحتهم الثقيلة إلى مناطق غصد الزيتون في عفرين توسعت اتفاقيات المصالحة وكأنك امام مفارقة مذهلة اذ تتقمص الهيئة روح النظام في التعامل مع النقاط التي تسيطر عليها حتى توجهت الهيئة نحو ادلب وسيطرت على عدة بلدات عبر اتفاق مماثل ودون قتال نهيك عن بلدة معصران حيث تم اتفاق وصلح مع وجهاء البلدة إلى سهل الغاب وجبل شحشب بريف حماء كانت حركة احرار الشام بانتظار حل نفسها بنفسها بعد حصار هيئة تحريد الشام لها اجبرت حركة تحريد الشام على ذلك بعد اتفاق بين الطرفين وخضعت المنطقة لحكومة الانقاذ على الصعيد المدني وللهيئة على الصعيد العسكري على ان هيئة تحريد الشام تقدمت وتوسعت غربي حماء واتمت سيطرتها على ثمان عشر بلدة وقرية في ناحية الزيارة بعد مواجهات عنيفة مع فصائل الجبهة الوطنية لتبقى بعد ذلك مدينتي اريحة ومعارة النعمان في عيد العاصفة المنتظرة اذ ما زالت الهيئة تعمل على تحشيد قوتها واستقدام عناصرها وتعزيز سلاحها للسيطرة على المدينتين وهذا ما بدأ في المشهد الحالي الذي يغلب عليه الترقب وحبس الانفاس وما ستأول اليه الامور فلا اترككم قلوا ياكم على خطة الاول واذا متاني تكفوا من بعدي صحيح ان الجيش الوطني يتوعد بعمل عسكري قادم ضد الهيئة لكن الواقع الجغرافي يشي بان الهيئة تبسط سيطرتها بشكل تدرجي متسارع لتتزاحم الاسئلة دون مواربة او تعمية كيف تمكنت الهيئة من السيطرة على معظم المناطق بهذه الانسيابية ما مصير حركة احرار الشام في معارة النعمان بعد حل نفسها في سهل الغابة هل سيؤثر وجود الهيئة على اتفاق سوتشي ما بين انقرة وموسكو وما هو المصير المنتظر للهيئة اسئلة كثيرة واجابات ضئيلة غير حاسمة على الاقل حتى هذه اللحظة